فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة غافر فالحكم لله العلي الكبير والعلي من أسماء الله الحسن وارد أيضا في القرآن الكريم بصيغة الأعلى والمتعال ما هو الأصل اللغوي لهذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسن وكما تفضلت ورد في القرآن الكريم وورد في السنة وأجمع عليه المسلمون ومعناه مأخوذ من العلو والارتفاع لكن يجب أن نحن نتوقف قليلا أمام العلو والارتفاع لأن العلو قد يكون علوا حسيا جسميا يعني حتى القدماء ضربوا له المثل بأن الحائط المنزل يعلو على ما نسميه الأساس أو الأسس المنزل وسقف المنزل يعلو على الحائط وباختصار يعني هو علو الأجسام بعضها على بعض فهذا هو المعنى المادي الجسمي لمعنى العلو والارتفاع هذا معروف يعني واضحة مثلا أقول لك هذا في البيت الدور الأعلى في الدور كذا فواضح أن العلو هو علو المكان علو المكان ولكن هناك علو من نوع آخر وهو ارتفاع لكنه ارتفاع في الشأن وفي العظمة وفي أمور لا تقاس بمادة ولا بمتر ولا بجسم ولا إنما هي معان ده علو المكان آه ده يسمونه بالضبط علو المكان فالعلو علوان علو مكان يعني مش مكان معانا مكان أنه واحد يكون أعلى في مكانه من غيره مكان ده جسم ملموس جسم ملموس لا بد أن يكون جسم ملموسا وعلو مكانه ده يعني وقد يوصف به مثلا الرجل الشريف وقال لك ده الرجل العالي المكان الرجل الكذا كذا إلى آخر فإذن عندنا علوين علو الأجسام علو يسمونه علو المكان وعلو المكانة وهو العلو في الشرف وفي القدر وفي الفضل وفي كل هذه الصفات التي لا تتجسد في مادة ولا في جسم إذن العلي تعني علو المكان وعلو المكانة نعم أيهما يليق بذات الله سبحانه وتعالى كما قلنا أهل السنة جميعا يقولون يثبتون لله سبحانه وتعالى حين يقرؤون هذا الاسم في القرآن الكريم العلي الكبير أنه من ثبت له علو المكانة وليس علو المكان يستحيل عليه وصفه بعلو المكان هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى لأن العقل يتدخل هنا يتدخل في أمرين الأمر الأول أن العقل لا يستطيع أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى في مكان ليه لأنه في بداية تصوره لله سبحانه وتعالى وليس في مكان فحينما ينطلق من هذا التصور ثم بعد ذلك تقول له أعلم أن الله قال عن نفسه العلي وبمعنى أن العلو مكان أنه موجود في مكان عالي جدا بعد العقل يرفض يقول لك إما أن يكون الله الذي وصفناه بهذه الصفة هو هكذا فلا يمكن أن يكون في مكان لأنه حينئذن سيحتاج إلى هذا المكان بدل أن يكون مطلقا المكان يحدد يعني أي متمكن في المكان محدود بحدود المكان محدود بحدود المكان ثانيا احتياج إلى هذا المكان لأنه بدون مكان إذا كان من صفاته أنه يعني مليه المكان فثالثا قبل هذا المكان كيف كان ثم يعني إذا كان في مكان تبيح له أنه ينتقل من مكان إلى مكان يتغير طبعا يتغير فإذا أنت انطلقت بي من ألف بمواصفات معينة لتصفه بصفة تنقض أو تكر بالنقد على كل الصفات التي افترضناها أولا حتى يسمونه هذا خلف والخلف ده دليل البطلان لكن يعني معظمنا حين يلجأ لربنا سبحانه وتعالى في الدعاء أو في المناجاة بيرفع رأسه لأعلى وكأنه بيعتقد أن ربنا فوق في السماء فهل يرفض العلماء تماماً إطلاق صفة العليه بالمعنى المكاني على ربنا سبحانه وتعالى؟ السؤال ده فعلاً يرد طيب المشكلة فين بقى؟ المشكلة أن يجوا الجماعة اللي هم الفريق الثاني ده يقول لي طيب إحنا حنسدد كلامك ده أنا أن الله عليه طيب تعالى اقرأ القرآن وقل لي أأمنتم من في السماء ها هتقول إيه؟ لازم تقول أن الله في السماء أنه له مكان في السماء طيب اقرأ لي أن الله سبحانه وتعالى فاصبر فإنك بأعيننا لازم تفترض أن الله له عين سبحانه وتعالى اقرأ قوله وتعالى غير فاصبر فأيد الله فوق أيديه هتقول لي لازم له يد فتعمل إيه في هذه النصوص؟ هنا أنا أمام أمرين إما أن العقل هو الذي استدل على إطلاق كل هذا بحيث أنه لا يتقيد بشيء وأيضا آيات أخرى ليسك ما هو اللي سند يعني ما تفتكرش أن العقل لما حكم بكده حكم برضو الوحد لا قال لك أنا أقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء أنا عندي هنا وأخذ أنا هنا شهادة بأن لا يمكن أن يشبهه فكيف يشبه بالبشر؟ لا بشر لا يمكن ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط طيب فهو العقل قال لك أنا أقدي مع الصفات التي يثبتها أي عقل وأذهب إلى الصفات الأخرى تحكسني في هذا الفهم هذه الصفات الأخرى يقول العلماء تؤول بمعنى أني نصرف ظاهرها غير مراد إنما نؤولها بمعنى يمشي مع الكلام الأولاني فمثلا فاصبر فإنك بأعيننا يؤول بالعلم أحنا نعلم شايفينك شايفينك شايفنا يعلمه طيب والعقل طيب أنت بتقول كلام ده عقل تحكم يقول لي أبدا لغة العرب ورد فيها هذا أن العين تستعمل بمعنى العلم والمشاهدة والمراقبة والملاحظة وفيه مثلا والحراسة وحرصنا بعينك التي لا تنام طيب أيضا ورد في لغة العرب أن اليد بمعنى القدرة يد الله فوق أيديم قدرته فوق قدرتهم فإذن لو أولنا هذه الأرفاظ اللي هي يعني يوهم ظاهرها أن الله جسم أو أن الله سبحانه وتعالى يعني ينطبق عليه ما ينطبق على صفات البشر نصرف ظاهر هذه الألفاز ونؤولها تأوين لغويا على قانون اللغة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر